السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا المشتركين معنا في القناة حبيبنا جوا مصر حبيبنا برا مصر انه احبكم جميعا في الله. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على تركيبات الرنبو. يعني ايه رنبو الاول? الرنبو يعني اصفور بيتكون فيه اربع صفات. يعني اليلو فيس يعني وشه وراسه كلها بيكون اصفر. الاصفر بدرجاته. يعني ممكن نقول عليه ييلو فيس يعني اصفر راجه وممكن عليه انجولدن فيس يعني وشه اصفر دهبي. تمام? نتكلم على الصفة التانية اللي هي الاوبلاين. يعني العصفور بيبقى على ظهره من فوق واخد نفس اللون بتاع الجسم. يعني اول عصفور اللي قدامنا ده مسلا لونه ازرق. بيبقى الظهر بتاعه من فوق من عند الجناحات واخد نفس درجة اللون بتاع الجسم. عشان كده بنسميه اوبلاين. والنتاية برضو اوبلاين. يعني ما فيهاش خطوط سودا من فوق واخد نفس درجة الجسم. تمام? نخش على الصفة التالتة اللي هي او صاف الجناح. يعني الجناح ما يكونش فيه علامات خالص سودا زي العصفورة اللي قدامنا دي. تمام? تمام. طب اتذكر في نفس الصفة دي? لا اتذكر لسه في علامات اهيه? في علامات. تمام. طيب. نخش على الصفة الرابعة. الصفة الرابعة اللي هي اللون اللازرق. لازم يكون الجسم من تحت او لون البطن بالضهر. لازم يكون لونه ازرق. والازرق بدرجاته بقى. اللي هي الحاجات اللي هي زرق قوي. وساعات كمان. برضو كمن ضمن درجات اللازرق. فاللازرق بدرجاته هو عامل اساسي في العصفور الرنبو. تمام? كده احنا شرحنا العصفور الرنبو. وده هي صورته. تمام كده? تمام. طيب اللي قدامنا ده ايه? اللي قدامنا دول اسمهم تركيبات رنبو. يعني ايه تركيبات على مناصر? يعني العصفور الزكر والنتاية بيبقى فيهم الاربع صفات. احنا قلنا ايه? الزكر والنتاية. ما قلناش اتذكر لوحده. اللي عشان لو اتذكر لو واحده فيها اربع صفات يبرمبو. والنتاية لوحدها لو فيها الاربع صفات يبرمبو. احنا قلنا ايه بقى في التركيبات? ان اتذكر والنتاية بيجمعوا الاربع صفات. ليه? علشان لما نجوز اتذكر والنتاية اللي هم بيجمعوا الاربع صفات دول يعني ممكن يعني اتذكر ممكن يكون فيه اه صفة او اتنين والنتاية يكون فيها صفة او اتنين او تلاتة نجوزهم لبعض. ايه اللي هيحصل بقى? بنستنى كرم ربنا ان هو يجيب لنا فرخ من فرخهم يكون يحمل الاربع صفات. يبقى احنا كده انتاجهم جه في عصفور ريمبو. والعصفور ريمبو سعره غالي. سعره غالي ليه? علشان هو عصفور بيجمع الاربع صفات. وكمان فيه الوان الطيف. لان الاربع الوان دول. لما يتمسجوا في بعض في عصفور واحد بيديك الوان جميلة كده زي زي الوان الطيف. وسبحان الله لما يتخلى لها الجولدن. لان عشان لما يكون الوش جولدن فيس بيبقى فيها علامات كده خشيفة كده في الجناح فيها اصفر وفي الديل كده فيها اصفر فبيديك لون جميل جدا جدا وهو ده اسمه العصفور ريمبو. يبقى احنا كده شرحنا العصفور الريمبو وشرحنا التركيبات. طيب لما يجي حد يشتري تركيبات هل يشتريها بنفس سعر الريمبو? لا. بيشتري تركيبات بيتبى سعرها اقل شوية من سعر الريمبو. تمام? طيب التركيبات داتي عمناصر. كلها واحد يعني بيشتري نقول عليه تركيبات يبقى تركيبات? لا. التركيبات ديت برضوكو مستويات. فيه تركيبات يعني ممكن تلاقي للذكر فيه اتنين صفة والنتائل فيها اتنين صفة. تمام? ده كده تركيبات نقدر نقول عليه من التركيبات مستوى المتوسط. ففيه تركيبات اعلى? اه. لما تلاقي مسلا انذكر تركيبات فيه تلات صفات من الصفات اللي اربعة اللي احنا قلنا عليهم. تمام? يبقى نقصها صفة واحدة. الصفة الواحدة دي لما نجيبها في النتاية والنتاية برضو كيكون فيها صفاتين تانية على الصفة الواحدة دي. يبقى فيها تلات صفات. يبقى كده زي الفل. بس التلات صفات اللي في النتاية. غير التلات صفات اللي في الدكر. ليه? عشان يبقى جمعنا الاربعة صفات في الجوز. ده يبقى مستوى اعلى شوية. يبقى ده كده مستوى تركيبات اعلى شوية بحيس ان احنا لما نجوزهم لبعض يقينا ربنا ان شاء الله هيرزقنا في ريمبو. تمام? طيب. في مستوى اعلى من كده? اه في مستوى اعلى من كده. لما نجيب بقى على حتة ريمبو. يعني مسلا نضكر ريمبو. او نتاية ريمبو. ونجوزها لحاجة تركيبات. يعني مسلا يكون فيها الصفتين تلاتة. مش اللي فيها الاربعة. يعني مسلا. عشان نختصرها لحضراتكم. ونفهمكم بمنتهى السلاسة. لو جبنا مسلا نضكر ريمبو. في الاربع صفات كاملة. وجوزناها. وجوزناها الانتاية فيها مسلا صفتين بس او فيها تلات صفات. طيب. كده يبقى الانتاج ايه? الانتاج بازن الله هيجي بنسبة خمسة وسبعين في المية ريمبو. تمام? تمام. طيب. كده احنا اشتغلنا في المستويات بتاعت التركيبات. يعني عرفنا ان التركيبات مستويات. فيه تركيبات وسط وفيه تركيبات آآ عالية. وفيه تركيبات انتاجها بفضل الله بيبقى وسبعين فيها ايه? ريمبو. طيب. مش نسكت على كده بقى? لا احنا نوضح اكتر من كده. نوضح اكتر من كده ايه? لو احنا جوزنا جوز تركيبات وجاب من عن وجاب ريمبو. الريمبو اللي جيه ده مش ريمبو صافي. يعني ايه? شكله قدامك ريمبو. يعني واخذ الاربع صفات. تمام? بس ممكن انتاجه ما يدكش ريمبو. ليه? الدم لسه مسبتش. يبقى احنا نعمل ايه? لما نجوز لما نجوز التركيبات لبعضها وربنا يرزق انت بحتة ولا اتنين ريمبو. نحتفظ بالحتة ولا الاتنين دول. تمام كده? تمام. وبعد كده نستنى جيل تاني. او نجيب ريمبو بيور ونجوزهم للحتيتين دول. يبقى احنا كده بنسبت الدم. تمام? يبقى الانتاج اللي هيطلع بعد كده ايه? الانتاج الريمبو اللي هيطلع بعد كده? يبقى جاي عن عن طريق اب وام ريمبو. يبقى كده احنا بدأنا نسبت الدم. يبقى انت لو بيعت جوز الريمبو ده لاي حد عياله هيكونه ريمبو. ما ده معنى كلمة تسبيت الدم. اللي انت بترد الريمبوهات على بعضها لحد ما بتسبت الدم والعمل الوراصي. علشان الريمبوهات تطلع ريمبوهات. تمام? يا رب يكون الفيديو قافاتكم. وانا حللت لكم الموضوع بمنتهى السلاسة اهو. وان شاء الله بازن الله. بازن الله. هبكلمكم برضو على بعض الالوان اللي هي في الريمبو اللي هي اللي ازرق بدرجاته زي الموف والفايلوت والسكاي بلو والحاجات دي كلها ان شاء الله هكلمكم عليها باستفادة عشان يبقى عندك كل المعلومات عن العصفور الريمبو. يا رب يكون الفيديو قافاتكم وما تنسوناش من صالح بعائكم. وانه احبكم جميعا في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة